ناحية الحرية بلا خدمات تذكر فأين المسؤولون؟ بهذه الكلمات يعبر سكان الناحية الواقعة في محافظة النجف عن استيائهم من استمرار إهمال المسؤولين الحكوميين لمناشداتهم المتكررة بتوفير الخدمات الأساسية نظرة سريعة إلى هذه الناحية تكفي لمعرفة كم الإهمال الذي طال واحدة من مناطق النجف المهملة فلا شريعة معبد ولا مياه صالحة للاستخدام البشري أما بالنسبة للقمامة المنتشرة فيها فحدث بلا حرج ناحية الحرية منطقة أغلب شيء ريفية وتفتقد الخدمات الكثيرة مثل الخدمات المجاري الشواري يعني إجانا الشتاء إلى مطر الدنيا بعد يعني الحياة ديش المناطق تغرق سكان ناحية الحرية يتحدثون عن تقديم خدمات مشروطة من قبل دائرة البلدية وهو ما دفعهم في نهاية المطاف إلى ترميم المجاري في إحدى شوارع الناحية بأموالهم الخاصة هذا الشارع المجاري على مسؤوليتنا سواءنا جمعنا من البيوت كل من خمسين ألف دينار وسواءنا مجاري للشارع على مسؤوليتنا لا آلية الطب لا وابو لا آلية الطب قلطين فلوس مسؤولون في مجلس محافظة النجف لم يعزوا غياب الخدمات إلى ضعف المخصصات المالية فحسب بل تحدثوا عن غياب إيرادة جادة للإعمار الحقيقة هو ملف الخدمات ملف شائك يعني مو بس على مستوى محافظة النجف على مستوى العراق لأنه الخدمات من ماء كهرباء بنى تحتية وكذلك بالنسبة للتنظيفات أو البلديات وما تتوقف القضية هي فقط على أعضاء مجلس محافظة وإنما على التنفيذيين اللي موجودين ابتداء من رئيس الهرم اللي هو السيد المحافظ نزولا إلى موظف البلدية اللي هو المنظف اللي موجود واللي يكون بالتماس هو عملها الصور القادمة من ناحية الحرية تأكس حالا مشابها لحال معظم مدن العراق لدرجة أن جميع المناطق في البلاد باتت تشبه بعضها البعض إلى حد كبير فالمسؤولون عن خدمة السكان كثر والنتيجة واحدة كما تبدو للناظرين ترجمة نانسي قنقر